طيب. في جانب تاني متعلق به غياب امام عشور. اه قصد سوري. غياب مراوان عطية. مراوان عطية. بالانظار التالي. غياب اليو ديانج. هل احمد نبيل كوك هو غايبة ربطة من شهرين. يبقى اضافة في نص الملعب. ولا لو انت شايف مين اللي ممكن يتوظف في المركز. انت مضطر. ومش بمزاجك. صعب يبدأ بها كريم. انت هتوظف مين. ببساطة عكا هتتكلم على السلاسة اللي هي لعب خطر وسط. انت هتلعب بامام عشور. اكيد هو اساسي. واكرم. وحتلعب بافشغ. او عمر السلية. ممكن عمر السلية. بس برضو ستيل لسه عمر السلية. واضح انه برضو مش في افضل حالاته البدنية عشان يبدأ. واضح المرسل كده بيعتمد عليه كباديل فشوط التاني. طب انت لو عندك خيارات تختار واحد من ثلاثة. انا اختار انا اختار. لا انا اختار اكرم ونبيل كوكا وامام عشور. ادرو السلاسة التوعي. اه اختارهم بدون شك. وقدام ممكن بقى يعني. ده بقى في خيارات. مع عودة بيرسي تاو. مع عودة ريدا سليم. مع مشاركته يعني. مع وجود طاهر برضو عايزين نوجيه له برضو رسالة. طاهر فعلا يعني. انا بصراحة بشوف ان هي رباية. يعني في نقطة عند طاهر برا ايده. طاهر احنا شفناه مع النادي الاهلي في مركزين. مركز الجناح الايمن. ومركز تحت المهاجم الصريح. حتى في مودي الاندي. انا 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 شوف طاهر بياخد درجة اعلى. لما بيلعب تحت في القلب. بيلعب في العمر. وبيعنده حرية. وبيتشيل من على دماغه الواجبات الدفاعية. طاهر بيقدم لك مستوى اكثر من رؤى. لو يكون بيلعب في مركز تسعة ونص الوقت اقترس الحربة. اه في العمر. اه في العمر. كله خش في العمر. ما يكونش اجناح لمن ولا اشمال. لما بتحطه على الخط. يبقى مطالب ان هو يرجع للدفاع. وبصراحة ميلي بتظلم معاه بكل امانة. وبيتظلم بيتظلم ظلم باين. محمد هاني. محمد هاني. صراحة. محمد هاني انا شفت. الناس يعني حجمت عليه. بعد مط شاب الوزداد. لا 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 حرام فعلا بقى. لا حرام. ما ينفعش. ده محمد هاني في كل الكراط الهجومية اللي شاب الوزداد وشاب الوزداد فريق بيهاجم على الاطراف. كلها رحل وحده. طب انا احنا اسف يعني. بس هي يا كريم برضو مش هاخد الصف الجمهور بالنسبة كبيرة. بس برضو الجمهور بينتقد هاني في نقطة تانية. مش بالجانب الدفاع بس. ما بيعملش الكراط العرضية او الكرصات للرأس الحربة بحيس ان هو يقدر يكون اكتف على المرمى. جميل. دي احنا ابنك احنا ممكن نقضي كام على شكل الهجومي. لما الاساس بتاع الفول بالك يا محمد الشرك الدفاعي. فانت الشرك الدفاعي خالي بالك بياخد برضو بمخزونك البدني. لان انت شاهل دينا لوحدك. خلينا اديك مثال بسيط او. تعال نبص كده على خطر وسط. خطر وسط دايما دايما بديجي يقول ايه. لما بيضع في اتنين. مهم او ان الاتنين يجروا زي بعض. ليه؟ عشان ما حدش يشيل في ساعات في بعض اللاعبين بيقول لك حد اللفظ ده بيستخبى. بيستخبى وراء لعيب تاني. في لعيب هو اللي بيعمل المجهود واللي بيجري وبيروح يميل وشمال. وفي لعيب بيستخبى فيه. ونقوم من الظاهر. مزبوط. فهي مزي. هي نفس الامر. انت انت محمد هيني بصراحة بيعمل مجهود كبير جدا جدا في ناحية الدفاعية. وماشر ده بكل امانة. انت رايح وانت فعلا يعني هما لعبين عشان ماتشاط. لو تفتكرت احنا قلنا في حلقة ايه فاتتك ان شهاب اليوزداد. بيلعب. ليه في الملعب. انت متلعبش. وده وضع عليك حتى في شوق تاني ان انت فقط كتير. جدا جدا جدا. فقط كتير جدا من الجزء اللي عنده في شوق تاني. فهي فكرة ببساطة. انت عايز تخلص بطش ميديامة. وعايزين نشوف برضو بعض. يعني الافضل اللاعبين في المركز المفضلة ليه. افضل مركز ليك. لان في بعض اللاعبين نهاردة هيخشوا لك. احنا الان لسه مشوفناش عمر يلعب. هيباين من ده في الدوري. هيباين برضو ريضا سليم بعودته. ريضا سليم قوة كبيرة جدا 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 جدا. وبصراحة مستويق اهله. وهي لعب اساسي على ناس كتيرة. فانت كل امور دي هيبدأ هنبدأ نشوفها مع مارسيل كولر. مع بداية مباراة الدوري ومع وصولا اول مباراة مباراة نهاية كاسم مصر وده ناديس الزمالك في مباراة الدوري.